تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطع مكافحة المخدرات والأسلحة والزخائر غير المرقصة وبالتنصيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري من أحباط محاولة جلب أكثر من نصف طن مواد مخدرة عبر ميناء الإسكندرية البحري تقدر قيمتها بقرابة نصف مليار جنيه كان للنجاحات الأمنية التي سطرتها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها لمحاولات الجلب وتهريب المواد المخدرة أثرها في وقت تلك المحاولات في مهدها وهو ما جنب البلاد من آثارها المدمرة أحد هذه النجاحات كان مصرحها ميناء الإسكندرية البحري محاولة قام بها تشكيل عصابي لجلب كميات من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية لتصنيع مخدر الآيس وعقار الكبتاجون تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت إخفاء هذه الكميات داخل مشمول حاوية من المواد الغذائية قادمة إلى الميناء من إحدى الدول على متن مركب تم الدفع بمعدات وتقنيات متطورة لتحديد أماكن إخفاء المواد المخدرة وسط هذه الأطنان من المواد الغذائية لتنجح الإدارة وبالتنصيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في الوصول إليها كميات من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية المستخدمة في تصنيع الآيس والكبتاجون تزن 610 كيلو جرام مخبأة ومعبأة آليا بأكياس داخل علب كارتونية تقدر القيمة المالية لتلك المواد المخدرة المضبوطة بـ 488 مليون جنيه تقريبا الإدارة وبالتنصيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة ومدرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط سنين من عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب تلك الشحنة من المواد المخدرة لتروجها داخل البلاد ويشكل هذا النجاح تأكيدا جديدا على يقظة الأجهزة الأمنية وفرضها رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد وهو ما يحول دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلالها في تهريب وجلب المواد المخدرة عبدالله بركات التلفزيون المصري